بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو نستعرض عليكم طريق التحديث أو تركية ويندوز سبعة أو تمانية أو عشرة أو حتى تركية ويندوز حداشر لإصدار القديم واحد وعشرين اتش اتنين إلى الإصدار الجديد اتنين وعشرين اتش اتنين من ويندوز حداشر للأجهزة القديمة أو الأجهزة الغير مدعومة وطبعا الغير مدعومة من حيث انها لا تحتوي على شريحة التي بي ام الإصدار توبينت زيرو أو ان المعالج مش مدعوم كذلك الحال القديمة اللي أنا أقصدها مش معناها ان إمكانيات الجهاز ميتة يعني عشان انك تحصل على تجربة استخدام لا بأس بها يجب ان الجهاز عندك لا يكل عن 4 جيجا رام المعالج مثلا عندك يكون جيل 3 او 4 فيما فوق وكارت شاشة مثلا انتل او اي ام دي او انفيديا 1 جيجا فيما فوق وطبعا يجب ان الويندوز اللي تكون بتستخدمه يكون 64 بيت بتفتح مستكشف الملفات عندك وايكي لكي مين بعد ذلك بروبيتيز الخصائص زي ما انتم شايفين كده تلاقي السيستم طيب 64 بيت لو انك بتستخدم ويندوز 7 او 8 او 10 يجب ان هي تكون 64 بيت عشان ما تواجهش مشكلات اثناء عملية التركيع ايضا يجب ان الويندوز اللي تكون بتستخدمه يكون منشط طبعا المنشط باي تنشيط مش هتفرق المهم انه يكون منشط كذلك الحال تكون في عندك مساحة كافية على كورس ال سي يعني مثلا لو انك بتستخدم ويندوز 7 او 8 او 10 او حتى 11 الاصدار القديم يكون في عندك مساحة فاضية على كورس ال سي تتعدى التلاتين جيجا عشان ما تواجهش مشكلات اثناء عملية التركية بسبب المساحة ودي طبعا اقل مواصفات تقدر انك تستخدم بها ويندوز 11 على جهاز غير مدعوم طبعا لو ان المواصفات عندك اقل من كده يفضل انك ما تستخدمش ويندوز 11 لان تجربة الاستخدام هتكون سيئة وتقيلة جدا على الجهاز عندك كل ما كانت امكانيات الجهاز قوية او متوسطة هتكون تجربة استخدام ويندوز 11 كويسة جدا معاك حتى لو ان جهازك غير مدعوم على سبيل المثال قبل البدء فيه خطوات التحديث لو اننا فتحنا برنامج لتحقق من ان هل جهاز ده مدعوم او غير مدعوم طبعا البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو لو اردت انك تستخدمه في معرفة ما هي الاسباب او ما هي المتطلبات الغير مدعومة على جهازك بعد ذلك هتضط على check now هيفتح معك النافذة دي اللي من خلالها في البداية بيذكر لك ايه هي الاسباب الغير موجودة او المش مدعومة على الجهاز عندك بالنسبة لي هنا لتي بيم الاصدار توبو ينتظره مش موجود او مش مفعل كذلك الحال المعالج عندي غير مدعوم لان طبعا المعالجات المدعومة لتشغيل ويندوز 11 بالنسبة لانتل بتبدأ من بعض معالجات الجيل السابع والسامن في ما فوق لكن هنا المعالج ده قديم جدا فبالتالي مش مدعوم كده الجهاز ده غير مدعوم نبدأ دلوقتي في قطوات التركية او التحديث من اي ويندوز انت بتستخدمه الى ويندوز 11 الاصدار الجديد هتحتاج في هذا الامر ان يكون عندك الايزو الخاص بويندوز 11 الاصدار 22H2 لو انه مش موجود عندك فيكون في شرح اسفل الفيديو ده لطريق التحميل الايزو الخاص بالاصدار الجديد من ويندوز 11 بعد التحميل نسخة الايزو كليك مين عليها بعد ذلك هتضغط على هذا الخيار مونت هيتم استخراج معاك زي ما انتم شايفين كده محتويات نسخة الايزو في هذا الملف طبعا بما ان الجهاز بتاعنا ده دلوقتي غير مدعوم فلو بدأنا في عملية التركيب بالضغط ده بالكليك على الست اوب هنا فهتفشل عملية التركيع هيقولك ان المعالج غير مدعوم والتي بي ام مش موجود على الجهاز ده فقبل ما نضغط هنا على الست اوب هيكون سيب لك ملف بسيط جدا هيكون موجود اسفل الفيديو لتخطي متطلبات ويندوز 11 ببساطة جدا طبعا هيكون مضغوط كده كليك مين عليها تعمل له استخراج او اكستراكت تو هانتجي عندك الملف ده طبعا انا مجهز لك الملف بحيس ان الملف يكون قابل للتنفيذ كليك مين عليه بعد ذلك ادت ملف نصي وظيفته او كل ما هنالك انه هيتخطى لك بشكل تلقائي عملية فحص متطلبات تشغيل ويندوز 11 كليك مين عليه بعد ذلك run as administrator تشغيل كمسئول ثم yes هيفتح معك النافذة ده هتنتظر عدة ثواني بسيطة خمس ثواني بسيطة ويقفل معك بشكل تلقائي هتعمل رجوع بقى الى نسخة الويندوز اللي انت استخرجتها دابل كليك على set up ثم yes هيبدأ معك مباشرة في البدء في عملية التركية هتفتح معك نافذة بدء التثبيت هتضغط على next ثم هتنتظر عدة ثواني لحين البحث عن تحديثات متاحة لنظام التشغيل وبرامج التشغيل بعد ذلك هيبدأ في التحقق من متطلبات التشغيل او من طوافق الجهاز بتاعت مع ويندوز 11 وزي ما انتم شايفين بكل بساطة لم نواجه مشكلة متطلبات التشغيل هتضغط بعد الوقت على accept بعد ذلك هتسيبه على هذا الخيار الاول keep file setting and app هيتم الابقاء على كل الملفات والاعدادات والتطبيقات يعني مش هتفقد اي بيانات في هزي العملية بعد ذلك next ايضا هتنتظر عدة ثواني بسيطة لحين الفحص والحصول على اي تحديثات متاحة بعد ذلك بتظهر معك هذه النافذة install windows 11 professional هيتم التركية او تثبيت windows 11 professional طبعا لو كنت بتستخدم الhome فهيتم التركية لwindows 11 home بعد ذلك هيتم الابقاء على جميع الملفات والاعدادات والتطبيقات ثم هتضغط على install ودي اخر خطوة الجهاز هيعمل اعادة تشغيل ويبدأ في تثبيت الملفات مش مطلوب منك اي شيء خلال هذه الفترة اللي بتستغرق تقريبا من عشرين حتى تلاتين دقيقة ثم لما هينتهي بشكل تلقائي هياخدك الى سطح المكتب وبكده تكون ركض بكل بساطة من اي windows كنت بتستخدمه سبعة او تمانية او عشرة او حتى حداشر الاصدار القديم الى احدث اصدار من windows 11 دون فقدان اي بيانات وبخطوات بسيطة جدا نتمنى نكون نفدناكم في هذا الامر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته